مظبوط زي ما بتقول حديث كده مش هرفغ المتخصص دكتور بطري حرفكش في اللحمة دي ويعرف سكت مريضة أو انسانية يعني احنا دورنا نوعي وحضراتكم متخصصين بتقولوا لناس وتمنى ناس تكون بتستجيب عشان صحتكم انتوا مش بنقول الكلام ده لنا احنا دكتور مجدي احنا ممكن في العيد او احنا بطبيعتنا والعيد كبير لي خصوصية معينة ومرتبط ارتباط وثيق باللحمة فيه ناس تقولك انا بفتر وبتغدى وبتعشى لحمة ده عيد لحمة وعنا نسميه عيد اللحمة اللحمة ليه ضروري قوي لجسم الانسان وكميتها لانه فيها ثقات هاطئنا كل ما كترت كمية اللحمة باخد بروتين اكتر هارك باتقول لنا جزئين مظبوط هو مش اللحمة اللي ضرورية لجسم الانسان هو البروتين اللي ضروري لجسم الانسان اخده من لحمة اخده من دواجن اخده من بيض اخده من قلبان ومنتجاتها اخده من اعضاء حيوانية داخلية أخده من بقول الجودة بالموجودة المتاح صحيح فالعمرة بالبروتين الدراسات وضحت المرتبطة بالاحتياجات الغذائية إن الإنسان البالغ الرجل البالغ محتاج 60 جرام بروتين في اليوم والمرأة محتاجة 56 جرام بروتين في اليوم حتة اللحمة اللي وزنها 100 جرام اللحمة الصافية اللي وزنها 100 جرام فيها 18 جرام بروتين وشوية دهن وشوية ألياف وشوية مية ومكونات أخرى إذن اللحمة الصافية الحمراء نسبة البروتين فيها 18% أما أنا 60 جرام بتوعي اليوم عايز أقول للمشاهد خد بالك في الحتة دي أنت هتأكل لك بضاية في اليوم هذه 6 جرام هتأكل 3 ترغيفة 24 جرام لأن كل الرغيف فيه 8 جرام بروتين نباتي ومكونات بروتين محظوب يبقى أنا دخلت على 30 جرام فاضلي 30 يوتم إذا أخذت حتة لحمة مية 25 جرام ووزنها أاخد منها 27 جرام بروتين يعني 1 أخد قطعة أو 25 جرام قطعة كبيرة أو قطعتين صغيرين هي حتة لحمة اه اللي هي 100 جرام اللي بيحصل مشكلة طبعا ثم برضو اللي أمر مش هيسلم هاكل حتة جبنة جنبيها 10 كوباية لبن أنا كده جمعت 60 جرام بروتين بدوعين صحيح طب لنا وأنا خدت فوق المياه 25 جرام لحمة ايوه هيبتدي أنا عندي عب بروتيني على الجسم الكليتين هم المسؤولتين عن تخليص الجسم من نواتج هضم البروتين قد ينبنا واحد عبق على الكلام اه الكبد هو العضو المسؤول عن تحويل مركب النشادر السام اللي بيتخلف من عضم وتفكيك البروتينات الى مركب غير سام اذا مش هيبقى الكبد بس على كده بس هيبقى الكبد كمان طبعا أنا ليه أنا هقدر النهاردة أقاوى وبكرة تحمل وبعده ألابط طب وبعده وبعده كده أنا فيه نخش في متاهاتي ولذلك أما يكون فطاري وغدايا وعشايا لحمة أوكي كل حبيبي افتر وتغدى وتعشا إنما محصلة يومك كام ما جيش الصبح تقول لي قروانة منبار وربع كبد مش ده اللي بيحسن 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 وحكذا وحطة نحمدين أنا جاعة منبار ولو ما يصاحش التانية الحتة التانية تزعل لأ طب دوق منها والنبي تعدمني وقصة اللي انت بالك فيها دي طيب هلايا أنا في اليوم صليت صلاة الجنازة على 25% من الكالتي بتاعت الكليتين طب ليه لصالح مين الشطارة إن أنا لو بحب الأكل وأنا رجل بتاعنا الشروعي غزائي بقبل الكلام ده كتير لو أنا بحب الأكل يبقى من مصلحتي أني ما كترش منه عشان أستنى الأطول فترة ممكنة في حياتي بكله واستمتابي واستمتابينا يعني كل ما هركز النهار ده كل ما يبقى لعبا كتير وخلينا نقول بوجه عامة نصيحة للجميع كل ما هو نباتي له ولا عليه وكل ما هو حيواني له وعليه يبقى أنا باستفاد بس في حتة نار بنكوي بيها بس بالخساب لو زبت في الحاجات الحيوانية المصادر الحيوانية في شوية سموم بتتكون في الجسم لأن جسم الإنسان صم منه أكل أغزانة باتية أحنا قعدنا لحد الطفان